مرحبا، مثل ما بتعرفوا به القناة هو هدفنا إيجاد الحلول لهيك ما عمنا تجاهل أي طلب عم تبعتونها على الإيميل أو على الواتساب عن الموضوعات اللي بتكون يانا نحكي عنا أو نعمل بحث عنها ومؤخرا طلبتم منا نعمل بحث أكتر عن أقليم برمودة لهيك اجتهدنا قدر المستطاع وجمعنا المعلومات اللي حنعطيكم ياه هلأ بكل تفاصيلها من دون أي نقصان طبعاً لحنا مش مسؤولين عن إذا الشخص إذا سافر توفق أو في بعض الناس ما توفقت هذا كله حسب وضع كل شخص وخططه اللي هو حاططها اللي نحن ما لنا أصحاب القرار بإقليم برمودة ولكن منوفر المعلومات حسب دراستنا وخبرتنا بالهجرة والسفر لحن بلش أول شيء بالتكاليف المعيشة اللي نعمل لكم مقارنة بين برمودة العاصمة اللي هي اسمها هاملتون وبين مدينة دبي بالإمارات العربية السبب لأنه دبي معروفة لدى كثير من العربوا بيعرفوا تكاليف المعيشة فيها لحتى يقدروا يقدروا إذا هذا الشيء بناسبهم ولا لا سنبدأ أول شيء بوجبة غداء مثلا أو عشاء بمطعم ما هو غالي ولا أرخيص سيكون تقريبا 40 درهم بدبي لكن ببرمودة سيكون ب140 درهم سنحكي على وجبة هلأ لشخصين بمطعم متوسط سيكون تقريبا 250 درهم بدبي وحيكون ب550 درهم ببرمودة وجبة المكتونات بالإمارات تقريبا 30 درهم أما ببرمودة هي 50 درهم بالنسبة للمي أو النينة المي تقريبا درهمين ل3 درهم أما بهاملتون ببرمودة تقريبا 9 درهم أما قالوا الحليب هو 25 درهم بالإمارات بدبي وهو 56 درهم بهاملتون أما بالنسبة للرز تقريبا الكيلو ب6 درهم بالإمارات أو 7 درهم وهو ببرمودة 12 درهم بالنسبة لموضوع الجاج مثلا تقريبا ب14 درهم بالإمارات و34 درهم بهاملتون ببرمودة نحكي عن التفاح على سبيل المثال 4 درهم بالإمارات وهو 21 درهم بهاملتون ببرمودة نحكي مثلا عن الطماطم تقريبا درهمين ونص أو 3 درهم أما ببرمودة 16 درهم ننتقل لموضوع المواصلات المواصلات تقريبا بالإمارات أو بدبي هو 5 درهم لمشوار واحد يعني 1 درهم أما بهملتون ببرمودة 1 درهم تقريبا 17 درهم بالنسبة للمونتلي باس يعني يكون عندك الشراك شهري بالمواصلات مثلا بالإمارات 300 درهم أما ببرمودة 250 درهم نحكي عن موضوع التكسي بالإمارات تقريبا 12 درهم أما بهملتون 23 درهم بالنسبة للأسعار الكهرباء التدفئة التبريد المي أو إزالة المخلفات بشكل عام بالإمارات هي 633 أما بهملتون هي تقريبا 1000 درهم اشتراك الإنترنت تقريبا 400 درهم بالإمارات وهو 520 بهملتون ببرمودة خلينقول الشخص بده يروح يسجل بنادي رياضي مثلا بالإمارات تقريبا 300 درهم بهملتون 600 درهم بالنسبة لموضوع المدارس الانترناشنال أو المدارس للطلاب الأجانب خلينقول تقريبا بالإمارات هو 46 ألف درهم سنويا للطفل الواحد أما بهملتون 90 ألف درهم سنويا موضوع الملابس حيكون تقريبا خلينقول على الجينز اللي هو بيكون من ماركة مش سيئة أو ممتازة بيكون الوسطيا 200 درهم ولكن بهملتون تقريبا 330 درهم من انتقل لموضوع آجار الغرف خلينأعتبر أنه بدك شقة لغرفة نوم واحدة بقلب المدينة تقريبا بدبي 6100 درهم أما بهملتون 11900 درهم بالنسبة للشقة خارج المدينة اللي هي غرفة واحدة أو بيدروم غرفة نوم تقريبا 3900 درهم في دبي أو 3800 حسب أما بهملتون 7500 بالنسبة لغرفة فيها أو شقة فيها ثلاث غرف نوم بقلب المدينة بدبي هي 10,000 درهم أما بهملتون هي 24,000 درهم بالنسبة للشقة اللي هي ثلاث غرف نوم خارج المدينة تقريبا 7200 درهم بدبي أما بهملتون ببرمودا 15,800 درهم أما بالنسبة لموضوع شراء الشقة خلينحكي شيء تقريبي بدبي بين لثمانمائة ألف درهم للمليون وثلاثمائة ألف درهم بدبي بالإمارات أما بهملتون ببرمودا مليون وتسعمائة ألف درهم لثلاثة مليون وخمسمائة ألف درهم بالنسبة للمينموم ويج يلي هو الراتب أقل شيء راتب تاخد 13 دولار برمودي بالساعة يلي كل دولار برمودي تقريبا بيطلع 3 درهم ونص بالنسبة للطقص بيكون الجو حار بشهر 7 وشهر 8 تقريبا بيوصل 30 أو 35 درجة بالشدة تقريبا بين شهر ديسمبر يعني شهر 12 لشهر 2 بيكون كتير بارد بعدين بيظل بارد أقل شوي لشهر 4 وبيوصل تقريبا ل 6 درجات بالنسبة للشعب كتير الناس عم تحكي إنه شعب كتير فرندلي إنه شعب جدا لطيف وتعامل ولبق بحسب زيارة السواح بحسب الناس اللي عاشت هناك أما بالنسبة لتقسيم السكان تقريبا 54% هنن أفارقة 30% تقريبا أوروبيين 8% هنن من جنسيات مختلفة 4% آسيويين وآخر 3% هي جنسيات أخرى طبعا موجود ألف تقريبا ألف شخص من الديانة الإسلامية بهذه الجزيرة من المسلمين أما بالنسبة للعرب ما عنا أحصائية دقيقة عن هذا الموضوع والدين بشكل عام ببرمودا هو الدين المسيحي وهلأ خلينا ندور سواء على رحلة لبرمودا لحتى تقدروا تتفهموا شو عم بيصير خلال حجز التذاكر أول خطوة نعملها نروح على موقع جوجل ونكتب بمكان البحث Google My Flights تمام حتى ندور على الرحلات ونحط Enter أو بحث نختار أول واحدة هنا على اليسار وبتظهرنا من وإلى خلينا نعتبر مثلا للناس موجودين ببيروت مثلا من لبنان لكل مطارات برمودا تمام الرحلة لازم تكون من هلأ بعد بوجهة نظري تالشخص مقرر هلأ يسافر بعد شهرين من هلأ لأنه بدنا نحكي عن الإجراءات الثانية لازم تقدمها وعن التصريح لهيك تحتاج شهر وتحتاج شهر ثاني تقريبا حتى في حال إذا كان عندك أي تأخيرات فهي يفضل بعد شهرين نحن الآن بشهر ثماني خلينا نحطه تقريبا بشهر عشرة نقول مثلا خمسة عشرة وبدنا نرجع مثلا بعد عشرين يوم فهيكون خمسة وعشرين ومنحط الله هون يعني تم شو يطلع لك هون يعني فيه شروط يعني يكون معك الفاكسين الباسبورت طبع الفاكسين أو بيعملوا لك فقط أنه مثل تحليل أو تست لما بتصل بالنسبة للسفر محطوط هون عنا 28 ساعة محطوط عنا two stops يعني فيها مثلا توقف مرتين بالدوحة وجي أف كي اللي هو جون كينيدي بي أميركا هون على اليمين يعني الترتيب نحن ما بيهمنا مثلا السعر بيهمنا المسافة مثلا على سبيل مثلا نحط المدة بيطلع عنا هون أحسن مدة هي 23 ساعة وحيكون فيه توقف مرتين بي قطر وبأميركا وهون يكون الوقت الساعة 8 بالساعة واحدة المساء السعر كامل على طيران القطرية بعدين طيران الأميركي اللي هو الجيت بلو 2500 دولار أو فيه خيار منروح على الترتيب مرة تانية منشوف حسب السعر منحاول نشوف أنه إذا فيه شي خيار أرخص ما طلع عنا شي منحاول نشوف بالنسبة لأفضل طريقة أو أفضل طيارة بيست فلايت كمان طلعت عنا نفس الشي اللي هي two stops تقريبا كلهم نفس الشي بالنسبة لهذه الهيثرو ايربورت اللي هو مطار بريطانيا حيكون فيه توقف بالدوحة وبريطانيا والسعر مثلا هون 3000 فيه سعر أرخص 2500 هيك بتلاقي الطريقة مثلا خلينا نحنا عم نقول إذا من لبنان صعبة منروح مثلا على اسطنبول ومنحط بحث بيطلع عنا إنه رحلة تقريبا 47 ساعة كتير رحلة طويلة من مطار اسطنبول لبرمودا هتنزل بنفس الشي بجي اف كاي اللي هو مطار اميركا أول شي بالدوحة بعدين اميركا ولكن 1600 دولار روحة ورجعة طبعا لأنه السفر كتير متعب 47 ساعة لهيك بتكون أرخص فلحنا بنحاول نشوف بالنسبة للمدة إذا فيه أقلم منها في 15 ساعة حيكون فيه stop over بمطار بريطانيا بس وقفة واحدة وهي جدا سهلة بمطار بريطانيا 4 ساعات و 20 دقيقة وب 2000 دولار أنا برأيي هذه أفضل رحلة عن طريق الطيران البريطاني إذا كان الشخص طبعا مقدم على فيزة الترانزيت اللي حنحكي عنا بهذا الفيديو أو الفيديو التاني خلينا نحط خيار تاني اللي هو دامانسكس من دمشق مثلا بيطلع عنا كمان تقريبا نفس الشي توقف بالدوحة والجي اف كي فاللي قبله كانت أفضل بلانه بس توقف واحد بلندن وحتى كانت أرخص بـ 1600 وحتى مدتها 15 ساعة عن طريق الطيران البريطاني خلينا نشوف دولة تانية كمان مثلا خلينا نقول من سعودية مثلا جدة مثلا خلينا نحط ترتيب اللي هو المدة بيطلع عنا 19 ساعة التوقف حيكون بعمان بالأردن بعدين ببريطانيا ولكن غالية جدا فـ 4519 دولار طبعا تذكرتين ذهاب وإياب في اللي بعدها 25 ساعة يعني زيادة ست ساعات بـ 2600 النص تماما هون الصورت باي يعني إذا فيك ترتبري مثل ما بدك على السعر أفضل وقت وأفضل وقت اللي هو السفر أفضل وقت للوصول هذول ما بيهمه كثير ما بيهمنا إمتى نصل وإمتى نطلع من أكثر ما يهمنا السعر والـ stops اللي هي التوقف خلنا كمان نجرب مرة تانية دولة تانية مثلا من بغداد من العراق مثلا من العراق في عنا تقريبا نفس السعر 3185 و21 ساعة فأنا برأي لحد هلأ هي أصعب شيء للعراق لأنه سايرة بالمنتصف لا هي أغلى سعر ولا أرخص شيء فهي سايرة وسطيا خينشوف بيست فلايت أفضل رحلة هي 2500 ولكن 45 ساعة يعني كثير فأنت عندك هون انتظار بالدوحة عندك بـ GFK فهتكون صعبة بنصحكم إنه دوروا على شيء أسهل من هيك المدة هي 20 ساعة ولكن السعر سيكون أزود 3000 أزود تقريبا بـ 1000 دولار والتوقف بالدوحة و بـ GFK هكذا عطيناكم فكرة عن الطيران و ما يحدث هلأ برد من انتقل بعدين للخطوات الثانية أما بالنسبة للدخول للبلد البلد أعلنت بهذا الشهر تقريبا من أربعة أيام خمسة أيام إنه صار فيه تصريح الكتروني فالخبر حديث حسب الموقع الحكومي و هنرجعكم كيف تعبوه خطوة خطوة بفيديو منفصل بعد هذا الفيديو وبحب نوع إنه بعد دخول كسائح ما فيك إنك تشتغل بفيست السياحة يعني دخلت سائح ما فيك إنك فورن تروح تشتغل لازم يكون عندك عقد عمل طيب لحنا كيف نحل هذه المشكلة؟ يا إنه أنت عندك خيار إنك تروح وتشوف إذا البلد مناسب إلك وعائلتك وتحصل عقد عمل أو إنك تتواصل مع شركات التوظيف اللي جبنا لكم إياها بموجودة ببرمودة وتسألهم على عقد عمل موجود الإيميلات فقط عليك إنك ترسل السي في تبعك وتتظر منهم الرد لكن إذا طلبوا منك رسوم لحنا ما بننصح إنكم تدفعوا أي شي لكن منقلكم أن تعرضوا عليهم راتب أول شهر يعني مثلا بعد ما تصلوا وتشتغل تأخذ راتب أول عمل أول شهر وتعطيها لها هذه الأجنسي أو الوكالة كأتعاب إلها وهيك بيكون خيار جيد وأفضل وطبعا حضرتكم بصندوق الوصف أو بأول تعليق أسماء الشركات وإيميلاتهم فما عليكم إلا بس تبعتوا لهم السيرة الذاتية على سبيل المثال ما ردوا عليكم الشركات وما قدرتوا تحصلوا عقد عمل فيه طريقة تاني هي الفريلانسر فيزا يعني يكون عندك شغل أونلاين أو عامل خطة شرح أنه أنت حتشتغل أونلاين خلال وجودك ببرمودة أو عندك شغل أونلاين ورايح تعيش ببرمودة خلال شغلك ريموتلي يعني عن بعد ممكن يكون عندك شركة بدبي وتعمل رسالة من شركتك أنه أنت حتشتغل ريموتلي والعمال تبعاتك حيدوروا شغلك هناك طرق كثيرة حسب كل شخص كل شخص قلوه وضعه نحاول أنه نشوف له طريقة معينة حسب وضعه فما فينا ننسخ نفس الطريقة على جميع الناس كل شخص قلوه وضعه حسب حالته المادية عدد أفراد أسرته وين عايش شو البزنسي اللي عم يعملوه لحتى نقدر نوصله بشي يقنع الهجرة ببرمودة لا يقدر يسافر أما بالنسبة للجوء لبرمودة فهو غير واضح حاليا مثل ما حكينا الفيديوهات السابقة أنه يوجد لجوء لكن مش واضحة الإجراءات بعد الكوفيد شو عم بيصير لهيك حنكم خيالين يا أنه لما تسافروا سياحة تشوفوا الوضع للبلد إذا كان مناسب لكم وللا للعمل أو للجوء أو أنه ترسلوا إيميل للأمم المتحدة حين تركوهم الرابط اللي مسؤولي عن البرمودة ليكتسألوهم وتقولوهم هل بيقدر أني قدم لجوء ببرمودة وبرأيي الشخصي ما بنصح تقديم اللجوء بالمطار بنصح أنه الشخصي فوت على البلد ويشوف إذا هي أساسا مناسبة للجوء أو للعمل أو حتى للإستقرار وبالمعنى هذا الفيديو بحب لكم رأييي أنه البلد تعتبر غالية مقارنة مع دول تانية لكن في ناس وضعها حالياً ببلد معينة جداً سيئة وهي ما عندها مشكلة أنها تطلع وتبلش حياة وتأسس شي جديد ببلد تاني لكن في ناس ما لها مضطرة أنها تجازف وتروح مثلاً الناس اللي موجودة بتركيا بدهم يعملوا تصريح ومعت يقدروا يرجعوا مثلاً ولكن في عندهم ظروف قاهرة كل هاتف يرجع حسب كل شخص ووضعه حسب كل شخص وحالته في ناس وضعها ما بيسمح أن نبضل مثلاً بتركيا ما عندها أي خيار إلا أن تسافر ولكن عم نعطيكم كل المعلومات لتعرف شو ممكن التواجه عند وصولك بتمنى يكون عجبكم المحتوى إذا كان في أي تعليقات فيكم ترككم مكان التعليقات وإذا كان أي استفسار فيكم ترسلونا إيميل شكراً كتير وتعبينكم ترجمة نانسي قنقر